نتكلم أكتر بقى عن جماهير النادي الأهلي اللي فرحانة جداً من مبارح وده طبعاً بعد ما فارقهم حق البطولة الخمستاشر ليه مفوزوا على الزمالك برقلات الترجيح والوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلمي الفارقين احنا شفنا مبارح مبارح محترمة مبارح يعني فعلاً من العيار التقيل ما كناش قادرين ان احنا ندور المحطة ولا ان احنا نقعد نريح شوية كده المبارح كانت على إقاع طول الوقت واعتقد ان احنا محتاجين نتكلم عن تفاصيلها اكتر وعن اللي حصل في المبارح ده هي مننا عايزين سريعاً بقى نتكلم عندنا تفاصيل اكتر نسرد الوقائع اللي شفناها والتحليل الفني بيشرفنا ويبينورنا هنا ناقد الرياضي محمد البشاري صباح الخير عليك يا أساس محمد شفت اللوحة دياً ازاي الكدر ازاي بكل بقى عناصرها وكل مجتملاتها سواء لعبين سواء مدراء فنيين سواء جماهير سواء تحكيم سواء هنتكلم برضو في الحلقة عن التنظيم الرائع من الامارات العربية الشخيخة بكية صباح الخير عليك وصباح الخير عليك وصباح الخير عليك كل المتابعين والمشاهدين الاول مبروك لنادي الاهلي الفوز بالبطولة الخمستاشر لي في التاريخ المرة الرابعة على التوالي البطولة 153 في تاريخ النادي الاهلي وكلر بيعادل رقم منو الجزيم في السوبر المصري المرة الرابعة بيحقق نفس الإنجاز تكتكيا بقى كولر كان والنادي الاهلي بادئ بتركيز قوي جدا عايز يعوض خسارة اللقب السوبر الأفريقي روح معنوية عالية جدا وتكتكيا بدأ كولر بغير 4-2-3-1 عن 4-3-3 التي بيعملها كوكا وي ماروان عطية في خط النص اتنين ارتكاز ودور طهر محمد طهر كان مفاجأة كان مفاجأة ولكن ليه دور تكتيكي كان مهم جدا هجوميا هو كل رقمنا نقوله هو مذاكر جميز لعبوا بعض اكتر من مرة جميز شوية تفوق عليه كل شوية تفوق عليه لكن انبارح كان مذاكر جميز فيه في نقطة فيه صغرة بين بنتايك وبين حسام عبد المجين انصاف المساحات فدور طهر محمد طهر كان بيتمركز فيه انصاف المساحات في الحتة دي فهجوميا ده كان دور طهر وكان فايق جدا في البطولة وفي ماتش السراميكا سجل هدفين فحب يستجل هجوميا في النقطة دي ودفاعيا كمان مع اكرم توفيق جبهة نادي الزمالك الشمال اللي هي اليمين بتاعة النادي الاهلي فيها بنتايك وفيها ناصر ماهر فعشان ما يبقاش فيه تفوق عددي على اكرم توفيق فكان طهر محمد طهر معروف بالدور الدفاعي كمان بيبقى اتنين على اتنين ما فيهش زيادة عددية الناحية التانية فيه كمان امام عشور احنا قلنا اربعة اتنين تراتة واحد امام عشور طهر محمد طهر وحسين الشحات النادي الاهلي بدأ ضغط عالي قوي جدا وده كان معود جماهير النادي الاهلي كولر عليه ولكن لفترة واليقب بدنية والأسباب كتير جدا كان بعد النادي الاهلي عن الموضوع ده ولكن امبارح ضغط عالي من اول المباراة ضغط على الاطراف وبيوجه ضغط على الاطراف المساحة ما بين الدفاع نادي الزمالك وخط النص فيه من مساحة كبيرة حاطت فيها امام عشور وبيضغط على الاطراف من ناحية يحيي عطي الله برضو الخروج بالكرة في نادي الزمالك من المسلوسي وعمر جابر مش احسن حاجة بالضبط خاصة في شرط الاولاني بالضغط من ناحية دي كان نادي الاهلي بيقطع اكتر من كرة واجلب الهجامات في شرط الاول جت من الناحية دي اربع تزديدات امفراضين وكرتين جوم في العرضة حتى الفولين بتوعك كرتين للفي العرض جوم من هذه المنطقة المسحة اللي بين الدفاع و كرة في القائم وكرة في العرضة بالضغط كرة في القائم وكرة في العرضة وانفراض حسن الشحات وكره ليسام عبو علي كان متسايد شرط الاول كان متسايد وخلينا نقول بالنسبة كبيرة جدا مارس الكلر كان مذاكر نادي الزمالك ولعب على الصغرات اللي قلنا عليها وقفل مفاتيح اللعب في المقابل جميز كان نازل برضو بتشكيل مختلف شوية تركيبة خط النص عند نادي الزمالك مبارح كانت مختلفة ممكن ما ساعدتهش بس هو أدرك بعد كده الموضوع وعمل تغيير كان بدري جدا كان بدري جدا نتيجة نتيجة كان في الدولية 30 تقريبا منا 36 نظر في أول نص ساعة تقريبا فهو بدأ في تركيبة خط النص زياد كمال وقدامه محمد شحة وعبدالله السعيد على أساس عبدالله السعيد يبقى صانع لعب قدام ونصر ماهر كان هو الوينج الشمال وزيزو الوينج اليمين دي ما ساعدتش الزمالك في الخروج بالكورة مع الضغط العالي القوي جدا للنادي الأهلي اللي كان بينفزه في بداية المباراة والشوت الأول أطع أكتر من كورة وهدد أكتر من فرصة زياد كمال خد انذار جميز استوعب أن فيه خطأ في الحتة دي فيه صفرة في الحتة دي أنا مش عارف أخرج بالكورة وزياد كمال مش هيقدر أنه هو مهدد بانذار تاني وطارد لسه بدري قوي واخد انذار تدارك أخطاء جميز بسرعة جدا وده شيء يحسب له كويس جدا طلع زياد كمال ونزل مشلاك حطه في مكانه بقى وينج ونزل رجع تاني نصر ماهر في العمق نصر ماهر ورجع عبدالله السعيد يبدأ أنه يقرب من دفاع نادي الزمالك عشان يعرفه يخرج بالكورة وعبدالله السعيد من أكتر لعيبة في مصر لتقدر تحت ضغط تلعب وتخرج بالكورة فبقى السلاسي عبدالله السعيد ونصر ماهر وريمين من بعض يعملوا أوفرلود ويبقى فيه بساط يقدروا يخرجوا بها بالكورة وزيزوا يقرب منهم بقى الشكل اختلف نوعا ما في الشط الأولاني في آخر الشط الأولاني بعد التغيير ده والكورات السبتة طبعا الزمالك مميز بها جدا والكورة يمكن الهدف المالغي بداية التسلل كان من كورة سبتة من بعدها المباراة رجعت شوية متكافأة رايحة جاية النادي الأهلي كلر عمل برضو بعض التغييرات طار محمد طار للإصابة وكوكا قدم مباراة كبيرة جدا لما نيجي نقول الشط الأول ممكن نسميه الشط الفرص الضائع سواء بالنسبة للفريق الأهلي أو للزمالك الزمالك زعلان على الجن اللي ما تحسبش والأهلي كان حقيقي مجانبه التوفيق تماما في تسديد كولر النجح تماما هو يوصل لعبته للمرمة خليه أقولك الأحصائية النادي الأهلي سدد 22 تسديدة مقابل 10 تسديدات لنادي الزمالك 22 تسديدة لنادي الأهلي منهم 11 في الشط الأول و11 في الشط الثاني نادي الزمالك سجل 10 تسديدات منهم 8 في الشط الثاني و2 في الشط الأول ففيه تباين بين أداء الزمالك في الأول والثاني والأهلي تقريبا نفس الأداء فرص ضائعة من الأهلي في الشرط الأول كان ممكن يخرج بثلاث أربع أهداف الزمالك كمان الهدف في الملغي لو فرقت على التسلل كان ممكن يسجل هدف توقيت هدف الزمالك كان هيفرق جدا مع نادي الزمالك بداية المباراة انفراد حسين الشحيت برضو لو تسجل كان هيفرق جدا عدم توفيق يحيى عطي الله في الكرة اللي جات في العرضة وحتى بتاعت وسامة أبو علي في الكرة اللي جات في الآيم أداء رائع جدا من عواد صد أكثر منكورة نجم نادي الزمالك لول عواد يمكن ما كان المباراة وسطت لضربات الترجيح في نقطة كده يعني أثرت انتباه وكل اللي اتفرجوا على الماتش بارح فكرة أن انت بتلعب لدئة 120 وانت بتلعب ورجلك ثابتة وبتلعب وهجمة هنا وهجمة هنا فرصة هنا وفرصة هنا مطش سريع جدا مفيش حتى وقت للتقاط الأنفاس احنا كمتابعين صحيح كنا بننهج وإحنا بنشوف هجمة هنا وهجمة هنا وإثارة فوق الوصف صحيح فكرة اللياقة ديان وإحنا على فكرة إحنا في أول الموسم بزرط ديان إزاي كلا المدربين الفنين وتحديدا وظيفة مدرب الأحمال أو مخطط الأحمال في كلا الفريقين إزاي لعبوا عليه واشتغل عليه زي ما أنت قلت إحنا كمان في بداية الموسم دي حاجة مهمة جدا فمباراة وصلة 120 دقيقة وفي الفرقتين لسه لعبين مباراة قابليها عشان يتأهلوا للنهاية ده يحسب جدا لمدرب الأحمال والتدريب الخططي والبدني وعشان كده كان فيه روتيش يعني النادي الأهلي في المباراة بتاعت سراميكا ما لعبش بكل كان فيه أفشة من الأول كان فيه طاهر وعشان كده برضو شفنا إجهاد يعني طاهر محمد طاهر طلع للإصابة ونزل برستاو ونزل برستاو فيه روتيشن من النادي الأهلي عملوا في مباراة سراميكا ما بين سراميكا والزمالك عشان يوزع الجهد بالضبط والضغط العالي للأهلي عملوا في بداية المباراة أول يمكن 40 ديئة ما فيش فريق في العالم بيقدر يلعب 90 ديئة ضغط عالي خلينا نقول فقسم المباراة كولر ده حاجة برضو تحسب له تجارات كولر ريمكن جات متأخرة شوي بس هو حاطت في اعتباره أنه ممكن يوصل إلى 120 ديئة فالعيبة اللي هتنزل برضو يبقى ليها وقت نادي الزمالك كمان بدنيا كان واقف على رجليه ما استهلكش كتير في الشوت الأول فقدر أنه في مخزوم بدني في الشوت الثاني قدر أنه يستفيد به خلينا برضو نقول آه إحنا في باية موسم بس الآلي والزمالك لعبه في أفرق في البطولتين المختلفين ولعبه في السوبر فرجليهم لسه في المرعب بعيدا عن سيراميكا مثلا هو لسه ده أول يوم تعتبر مباراة كانت الرسمية فيه فطبعا العامل البدني كانت مباراة رائعة والفرقتين قدروا أنه هو يوصل ما وشين ديئة بنفس الأداء ونفس الحماس حتى اللعيبة اللي نزلت قدرت أنها كمان تقدم إضافة صحيح فكرة الحفاظ على سبيرت طول المباراة وأن كان فيه نوع من أنواع القتال يعني كل واحد نستقتل يا إما في الهجمة اللي بيعملها يا إما في الدفاع اللي بيدفعه ده هو اللي وصلنا للمائة وعشرين دقيقة وهو ده اللي وصلنا لضربات الترجيح وبعده ضربات الترجيح ضربات الترجيح تاني هل ده هو اللي وصلنا لهذه المباراة الممتعة اللي كنا قاعدين من نتفرج عليها طبعا مطش أهلي وزمالك في كل أحوال في الدوري في الكاس مطش ودي حتى هيبقى فيه روح قتالية ده مفهاش كلام كمان لما تكون بتلعب على بطولة بطولة سوبر أكيد فيه روح قتالية كبيرة جدا مع التاكتك كمان لسا لعبين هم نفس الفرقتين مباراة سوبر الأفريقي وفاز بيها نادي الزمالك فدوافع نادي الزمالك كبيرة جدا أنا أكد سيطارتي وأفوز باللقب التاني وأكد سيطارتي واستقراري النادي الزمالك عايز يعوض الهزيمة في السوبر الأفريقي فليه دوافع أخرى فأهلي وزمالك بكل الدوافع دي مع التكتيك مع الروح المعنوية اللي كانت عند اللعيبة طلعونا اللوحة الفنية الجميلة جدا في المية وعشرين دي أو في ضربات الجزاء اللي هي كانت في منتهى الإصارة كرة رايحة شوية الأهلي خلاص قرر بيكسب شوية الزمالك فضله كورتشي كبيرة لو دخلت يفوز فحتى في ضربات الجزاء كانت إصارة جيدة جدا عواد عمل اللي عليه الشناوي عمل اللي عليه فكل اللوحة فنية فعلا متكملة يعني مبارئة احنا تقريبا نقصدنا دي قبل ما نروح لمجازة التاسعة عايزين بقى نطلع برة الفنيات ونتكلم شفت الكدر إزاي من برة احنا نتكلم على هي مش بس مباراة ومتعة فنية من نحن نتكلم كمان في متعة على نطاق وصياق الروح الرياضية ما بين الفراخين التنظيم اللي كان أكثر من رأة تنظيم أكثر من رأة أعزائي من أنت بتقول دولة الإمارات عملت تنظيم جيد جدا كمان اللعيبة في قبل المباراة وداخل المباراة شفنا إمام عشور والمسلوسي في اللقطة الشهيرة الروح الرياضية جيدة جدا بعد المباراة حتى في التتويج النادي الأهلي بحي نادي الزهل هو رايح يستلم مدالي الفضية صورة متكاملة في كل أحوال احنا نتمنى أن هذه المباراة دائما نشوف هكذا مباراة بتجمع ما بين قطبي الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد البشاري صباح الفل عليك وشكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا